مجزة ثالثة عصرنا من التلفزيون المصري أهلا بكم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسمى آيات التهنئة والتحية للشعب المصري بمناسبة ذكر انتصارات العاشر من رمضان المجيدة وأكد الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ذكر انتصارات العاشر من رمضان تذكرنا بأسمى معاني الفداء والتطحية والوطنية ولتكون دستورا ومنهجا في بذل كل ما هو غال ونفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن وقد دعا الرئيس السيسي الله أن يحفظ مصر أبيا وقوية وقادرة على تخط السعاب وأن يوفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام كما تقدمت قارنة رئيس الجمهورية السيدة انتصار أسيسي بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان وأكدت سيدة انتصار أسيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن نصر العاشر من رمضان قد جسد فيه أبناء الشعب المصري ملحمة فداء للدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه وقد شددت قارنة رئيس الجمهورية على أن هذا اليوم سيظل رمزا للفخر والعزة والكرامة مكتوبا بحروف من نور في قلب التاريخ وأن ما حققته قواتنا المسلحة من نصر المجيد سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على التنصيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية وتبني ودعم الخطط الطموحة لزيادة قدرة السوق المصرية على جب الاستثمارات جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد صالح بهدف استعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق المستهدفات الرقمنة وكذلك استفادت جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية وذلك بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية أن ذكرى العاشر من رمضان هو انتصار جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في استرداد أراضي سيناء المقدسة جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اللواء أركان حرب وليد حمود عوض سلامة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية خلال الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان نهاية مجزاة ثالثة من التلفزيون المصري بشكر لحظاتكم في المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة